عندنا ضيوف أيضا من الجزائر وعلى رأسهم الأستاذ القدير المخرج القدير حما كما نسميه أنا وصديقة بلا كل شيء المخرج محمد حازولي يكون ضيف الجزائر ضيف مهرجان بيتنا في مدغاسن على العين والرأس سيمروا على السجاد الأحمر ككبار مخرجين ثانيا عندنا الممثل القدير حسان بن زراري أو كان نجما في دورية نحو الشرق يا قوم أعطوا الناس حقهم نحن في مهرجان يمتغاسن نقدروا كل الفنانين الجزائرين ولكن لا نقدرش نتكفل بكل الفنانين الجزائرين نحن لدينا سياسة واضحة نحن كل سنة نستضيف مجموعة من الوجوه والأبطال والفنانين والممثلين في كل دورة لا نقدرش نكون في دورة واحدة كل سنة نختار مجموعة من الضيوف لحضور وتجيل من الدعوة نعم سيكون مكرمة حسان بن زراري سوف نتحدث عن هذه الجوائزة أكيد وأيضا عندنا الفنانة القادرة ياسمين عبد المؤمن هي فنانة جزائرين وكانت نجمة التليفزيون في رمضان خلال دورها في ربيعة في اللاز وبطحة وبطحة ستكون بطحة السجاد الأحمر لها لتبرز عن ما تتمتع به الفنانة ياسمين عبد المؤمن إذن العتيقة هذه العتيقة التي همشت لسنوات فنانة العتيقة طبال ستكون على السجاد الأحمر نجمة أيضا حتى هي من حقها أتها تدي نصيب من نزوميتها على السجاد الأحمر وهي متلت لا تنسوا أنها متلت مع الكبير عتمان عريوات في كارنافال في الدشرة دورها ليس هينا اختيار موفق من الفنانة عتمان عريوات والمخرج محمد وقاسي أو دور معقد ولكن نجحت فيه الفنانة العتيقة طبال فهي أيضا ستكون ضيفة إلى جانب أيضا نجية العراف أيضا هي جزائرية نصيب الجزائرين في الحضور قوي نعم لأننا الحمد لله لأنهم جزائريين ويتفاهمون يتفاهمون الوراية خاصة للمهراجان لأنه مستقل ولا يملك ميزانية خاصة به كباقي المهراجانات فيجيوا بر أو عبر الطائرة هم رح يجيوا عبر الطائرة من الجزائر العاصمة إلى باتنا أو قسنطينا لست أدري لأن هذا مشكل أيضا للطائرات الخاصة من وإلى باتنا نحبسوا في قسنطينا ونمشوا بر إلى باتنا يسعبنا من الأخرى أكيد